جددت الحكومة الهولندية تأكيدها بأنها ستوقف انتاج الغاز من حقل غاز جرونينغن اعتبارا من أول أكتوبر وكانت هولندا قد أعلنت في جوان الماضي أن انتاج الغاز في حقل جرونينغن سينتهي بحلول الأول من أكتوبر للحد من المخاطر الزلزالية في المنطقة ولا يزال الحقل الذي يديره مشروع مشترك بين الشيل وإكسون موبيل يحتوي نحو 450 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز القابلة للاستخراج والتي تقدر قيمتها بما يصل إلى تريليون دولار ولكن الانتاج فيه انخفض بشكل حاد في السنوات الماضية بسبب الهزات الأرضية المرتبطة بعمليات الحفر